مجدداً تعلن تونس عدم قبولها بأي توطين مبطن للمهاجرين غير النظامين على أراضيها وذلك من خلال كلمة تونس ممالجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة وسبعين بنيوارك ألقاها وزرشون الخارجية والهجرة والتونسين بالخارج نبيل عمار بين فيها نتعاطي مع هذه المسألة يتم بما يتوفر من إمكانيات بكل مسؤولية على أرية تمسك ثابت بمنظومة حقوق الإنسان واحترام للالتزامات الدولية ونؤكد في المقابل أن تونس لن تقبل بالتوطين المبطن للمهاجرين غير النظامين كما أننا ندين كل استغلال سياسي أو إعلامي لمسؤول لمعاناة ضحايا الهجرة غير النظامية خدمة لأجندات سياسية نبيل عمار قال إن تونس تؤكد على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لمسألة الهجرة غير النظامية تقوم على القضاء على أسبابها العميقة لا على معالجة نتائجها نشدد مجددا على تحمل كافة الأطراف من بلدان المصدر والعبور والمقصد والمنظمات الإقليمية والدولية لمسؤولياتها في ذلك وعليه وجه نبيل عمار الدعوة باستكمال مصاري المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة الذي انطلق من روما بمبادرة تونسية إيطالية واستبق بتوقيع لمذكرة التفهم حول شراكة الاستراتيجية الشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي وذلك منتصف جوليا الماضي وأتوكل المفاوضي الأوروبية في بلاغي الصادر يوم الجمعة الماضي هرس الطرفين على أحراز تقدم سريع في تنفيذ هذه المذكرة مع أعطاء الأولوية للإجراءات المقررة في مجال الهجرة والتعاون في مجال التصدي لشبكات التهريب وتكثيف مساعدات الاتحاد الأوروبي في اتجاه دعم قدرات السلطات التونسية المكلفة بتطبيق القانون فضلا عن مساندة العودة التوعية وإعادة إدماج المهاجرين في بلدانهم الأصلية في كنف الاحترام الكامل للقانون الدولي وعليه وفي إدار تنفيذ هذه المذكرة أقرأت المفاوضية الأوروبية هذا الأسبوع مساعدة مالية لتونس بقيمة 60 مليون يورو بعنوان برنامج مساندة الهجرات الرامية إلى الحد من آثار كوفيد 19 ودعم النشاط الاقتصادي فضلا عن برنامج دعم ميداني في مجال الهجرة بقيمة تناهز 67 مليون يورو وعلنت المفاوضية نوفدا من مسؤوليها سيزور تونس الأسبوع المقبل لتباحث بشأن تنفيذ مذاكرة التفاهم فيما يخص البرنامج الذي سيدمج بين المساعدات المقررة والمساعدات الجديدة وذلك في إطار برنامج جديد لدعم الهجرة بميزانية قدرها 105 مليون يورو وسيشمل برنامج دعم الهجرة الجديد كذلك تجديد السفن ووسائل النقل وغيرها من معدات البحث والإنقاذ لخفر السواحل والبحرية التونسية وحماية المهاجرين في تونس وذلك بالتعاون مع المفاوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحسب تصريح رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني فمذكرة التفاهم هذه يمكن أن تكون نموذجا يستخدم مع دول أخرى وذيفة على هامش مشاركتها في أشغال الجماعة العامة للأمم المتحدة بنيويورك أن الحل الأكثر منطقي للأزمة المستمرة في إيطاليا ببلوغ عدد غيسية من المهاجرين غير النظاميين سواحل وتبقى لإحصائيات غير رسمية فأغلب الوافدين عبروا البحر انطلاقا من تونس التي تشهد بدورها تصاعدا غير مسبوقين في وثيرة تدفق المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقية جنوب الصحراء والساحل حدى الاشتغال المستمر على إيوائهم ضمن الحلول المؤقتة المتاحة ترجمة نانسي قنقر